اختي رنة من العراق يقدم على عبادة ببغض لكن هكذا يصليها لا تقبل منه المقصود اخت الفاضل بأن هذا الشخص واضح بأنه ما فهم لماذا خلقه الله في هذه الحياة واضح هذا الشخص من خلال كلامه ما عرف لماذا خلق وما هو الدور الذي يجب أن يقوم به في هذه الحياة يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ويقول الله جل وعلا يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم عبدوا ربكم يعني وحدوا الله الذي خلقكم ذلك الإنسان في هذه الدنيا إنما خلق لغاية وخلق لهدف ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى و لأجل هذا جعل الله تعالى الدنيا قصيرة قصيرة الدنيا بالنسبة للآخرة الآخرة فيها حياة أبدية سرمدية الناس يعيشون فيها أبدية له ليس فيها موت ولا انقطاع أما الدنيا فهي قليلة لاحظ الآن أهل القبور بعضهم توفي من مئات الآلاف من السنين ينتظر الآن فكيف اللي عمره ستين و سبعين و ثمانين أمام هذه الحياة البرزقية و الحياة الأخروية فلابد أن يعرف هذا بأن بأن الأصل أنه خلق للحياة عفوا خلق للعبادة و أن الله سخر له كل ما في هذه الدنيا لإقامة هذا المقصد و هي العبودية لله عز وجل و الأمر الثاني لابد أن يعلم بأن الله الذي خلقه ما أمره بشيء إلا لما فيه من المصالح و ما نهاه عن شيء إلا لما فيه من المفاسد لأن الله جل و هو هو خالقنا ربنا جل و هو خالق كل شيء سبحانه و تعالى فخلقنا سبحانه و تعالى و أمرنا و نهان أمرنا بأوامر و نهانا عن نواهي من أطاعه دخل الجنة و من عصاه دخل النار و أي عبادة من العبادات إذا تأملها الإنسان يجد فيها من الأسرار و المقاصد و الفوائد و العوائد و البركات الشيء العظيم جدا الصلاة كلها خير كيف الآن يقول أنا ما أحب الصلاة لكن أصليها علشان يغفر الله ذنوبه و من قال له بأن الله سيغفر ذنوبه إذا مثلا صلى هكذا من دون محبة للصلاة من الذي قال له ذلك هذا أمره عند الله سبحانه و تعالى إن شاء غفر الله و إن شاء لم يغفر الله له و لم يقبل منه الصلاة هذا الأمر لله عز وجل لذلك الإنسان يحب العبادات و يقبل على الطاعات و يفهم إذا ما فهم لماذا خلق طبيعي جدا أنه يترك هذه العبادات أو أنه يسأم منها و يصيبه الملل طبيعي لماذا لأن أصلا هو هو ما فهم لماذا يصلي طبيعي جدا اللي ما يفهم ليش يصلي و لماذا يصلي طبيعي جدا أنه ما يقبل عليها بمحبة و برغبة و بإنابة أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه ترجمة نانسي قنقر